اشتركوا في القناة في شبط القطعات كما يشكل مناسبة هامة لتجديد الفخر والاعتزاز بإسهامات قطع الشباب ولأنهم هم الرهان المضمون وأمل المستقبل لذا يأتي يوم الخامس والعشرين من مارس مغايرا هذا العام لما يحمله من مناسبة وطنية تتمثل في يوم الشباب البحريني الذي تحتف فيها المملكة للمرة الأولى بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر للاحتفاء بثمار التجربة البحرينية المتفردة في تنمية الشباب ورعايتهم مملكة البحرين تحرص في كل استراتيجياتها وخططها للنهوض بالشباب على المسجد بين الإطار الفكري والعملي التهتم في المقام الأول ببناء الشباب وتنشئتهم على قيم المواطنة والانتماء الوطني وتعميق إحساسهم بالمسؤولية الوطنية كما تعمل على تنمية مهارات الشباب وتسليحهم بأحدث المعارف والعلوم وتوفير كل أحدث النظم التعليمية التي تساعد على تخريج أفواج من الشباب مؤهلين بروح العصر الحديث لسوق العمل ومن أبرز ملامح الاهتمام بالشباب البحريني جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تؤكد أن الاستثمار في قدرات وطاقات وإبداع الشباب يحقق أفضل العوائد للتنمية المستدامة والرفاهية المستقبلية ليس في البحرين فحسب وإنما في جميع دول العالم وبرنامج صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية والذي يهدف إلى استقطاب الطاقات البحرينية الشابة في القطاع العام وإعدادها لاكتساب المعارف والمهارات والسلوكيات القيادية وتدريبهم وبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية الذي يفتح الأبواب أمام الشباب للتزود بالعلوم الحديثة في أرقى الجامعات في مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى مبادرة فكرة التي أطلقها سموه بهدف إتاحة المجال أمام شباب البحرين لتقديم أفكار جديدة ترتقي بالعمل الحكومي كما يعد مشروع مدينة الشباب 2030 الذي يحظى بدعم سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة أحد أهم مبادرات الاهتمام بقطاع الشباب بجانب جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي والتي تعتبر جزءا من مبادرات المملكة تجاه المجتمع العالمي في مجال دعم المشروعات الشبابية ومن بين البرامج التي تم تقديمها للشباب في مملكة البحرين قمة الشباب 2020 بهدف إشراك الشباب في صناعة القرار وكذلك صدوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية والذي يهدف لرصد المهارات والكفاءات الوطنية لدعم أفكار الشباب ومهاراتهم كما يجسد مؤتمر الشباب الدولي الذي تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة أحد مظاهر اهتمام مملكة البحرين بقضايا الشباب محليا وعالميا الأمر الذي يؤكد أن قطاع الشباب يمثل ركنا أساسيا في رؤية مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر